يبدو أن صبر واشنطن بدأ ينفد التلويح بغلق سفارتها في بغداد والتهديد باستهداف جميع المتورطين باستهداف مصالحها وقواتها في العراق رسالة أميركية واضحة وصريحة إلى حكومة الكاظمي بضرورة إيقاف مطلقي صواريخ الكاتيوشة تجاه مصالحها وإلا فإنها ستقوم بتنفيذ هذه المهمة الولايات المتحدة أخذت قرارها واتخذت قرارها ولكن على العراقين أن يعملوا بجد في إعادة ترتيب وضعها ومنع قصف السفارات ومنع تهديدات التي تحصل على الهيئات الدبلوماسية رسالة قابلتها ميليشيات موالية لإيران بمزيد من التهديدات كتلك التي أطلقها أكرم الكعبي زعيم حركة النجباء باستهداف السفارة الأميركية في بغداد بأسلحة دقيقة دخلت الخدمة مؤخراً كما قال جدية التحذيرات والخوف من الاستهدافات دفعت كتلاً سياسية متهمة بدعم هذه الفصائل إلى التبرؤ من الهجمات ودعم الحكومة في التصدي لها التصعيد سيلجأ الحكومة لاستخدام القوى العسكرية والقوى العسكرية سيكون هناك حالة الصدام وفقدان للسلم الأهلي وعملية فوضى ستحدث بالعراق مرة أخرى بعيداً عن عملية التوازن التي يراد أن يحدثها السيد الكاظمي بمؤازرة الولايات المتحدة الأمريكية لكن فيما يبدو بأنه إصرار تلك الفصائل على عملية إخراج القوات الأجنبية مع القرار الغير ملزم من مجلس النواب العراقي للسيد الكاظمي الذي هو وفق صلاحياته يرتأي بقاها لمدة أخرى لحين انتهى المرحلة استمرار استهداف المصالح الأمريكية في العراق قد يدفع الولايات المتحدة لإغلاق السفارة بشكل دائم والرد باستهداف قادة هذه الجماعات المسلحة في تكرار لمشهد استهداف قائد فيلق القدس قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري سامر الكبيسي الحدث بغداد